السلام عليكم. آآ تعالوا ان شاء الله نكمل مع بعض بارت اتنين في الجزء بتاع الليكويد بروسيس. هو ده يبقى فيديو بسيط خالص. هو بس الفكرة اللي احنا الاول خالص كنا بنتكلم انه ما عندي كيو نازلة من فوق. اندريت عندي كيو داخلة من النص هنا. آآ فبالتالي في الاول هنا هو كان هو اله اي هو اللي بتحكم في النزول. دلوقتي احنا لو تفتكروا اللي احنا قلنا لما نيجي نبص على اله احنا نبص عليها اللي هي ايه? نبص اللي انا عندي فيه تنك بينزل. فانا اكيد التنك الليفل بتاعه اعلى من الليفل ده شاني ينزل. فبالتالي اللي هيخلي التنك ينزل ايه? هو الفرق اله ده. هنا هو ده اللي هيخلي التنك ينزل. فبالتالي مش هيبقى عندي معضوها اله اي هي اللي بتتحكم. لأ هيبقى هنا الاتش اي منس الاتش. يعني ايه الكلام ده بتاع كده نحاول آآ نشوف بتاع بشكل احسن. احنا باللوقتي عندنا في تانك اوه. الحد هنا. تانك تاني جنبه على طول. الحد هنا. فبالتالي اللي بيتحكم في النزول بتاع الاتش. هو الفرق الاتش ده. فانا بيبقى عندي هنا فيه فلو طالع. هو كيو اوت. وعندي هنا هو في اللي هو اللي بقى الفلو بتاعي اصلا. اللي هو مدخل من هنا هو. عندي بقى هنا فيه كيو ان. وفيه اتش اي. ماشي هو طبعا هو اصلا في الرسمة اللي في الكتاب هو اصلا مش عامل التانك ده. ده انا اللي مزوده. فهمنيجي نكتب المعادلات هنعمل ايه? هنشتغل بقى اللي احنا عارفين او حوار اللي احنا كيو اي. تسوي كيو اوت. لاصل الاريا في الدي اتش عادتي. ماشي عارفيني ان كيو اوت قلنا هي عبرها عن على واحد. على ار. في اتش هات. لاصل ايه? دي اتش عادتي. اتش هات. طبعا اللي يختلف هنا طبعا هو موضوع كيو اي. في كيو اي. اختلف ازاي؟ لانا عندي اتش اي. مينس الاتش. على الار. اتش اي اتش اي مينس اتش على اي. اتش اي هات مينس اتش على اي. حين هذا ما فكرنا بنكتب بس. بس احنا قلنا هنا هو هنزود موضوع مينس الاتش. عشان انا عايز اجيب الفرق ده اللي هو يبقى اتش نود. يعني ده كده هنا وهو ممكن نسمي اتش نود. فانا عندي هنا هو ده طول اتش اي. وعندي ده الطول H فبتقل الفرق ما بينهم هو دوت اللي بتحكم في الفلو بتاعي وبيدي القوشن هنكملها عادي زي ما هي مفيش اي اختلاف بتظهر في الاخر القوشن ده هتطلع عبارة عن ان ال R I على R I plus R T D H عن D T plus H H بتساوي R I على R I plus R مضروبة في R على R I H واحد او H I لو اي حد يعني ما عارفش يا من حاجة زي كده ممكن يكلمني ونسبتها مع بعض عشان حاسنا هي تبقى ضيابات اللي احنا نسبتناها هنا عشان هي اصلا من نسبت مفيش اي اختلاف يعني وحنا اصلا في المسائل بيبقى معنا كيمة ال R فبتالي بقعوض بالارقام على طول وبطلع عن ناتج يعني وبالطبع احنا عارفين ان ده عبارة عن كده عبارة عن ال time constant اللي هو كله على بعضه كده وده عبارة عن مسير استجان على بعضه بس يعني مفيش اي اختلاف او اي حاجة قلت يعني بحل السؤال بس والسلام عليكم الله وبركاته